السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتو نتكلم في الفيديو هذا على كيف الكدني يتعدل في البيتش تفقنا أن في أربع ميكانزمات تتحكم فيهم الكدني في استخلاصها للبيتش لتعديلها للبيتش الطريقة الأولى أن نتخلص من هيدروجين ثاني حاجة نعيد امتصاص البيكربونات ثالث حاجة ندير تتريابل أسد أو نتخرج الأحماط اللي عندها أكثر من هيدروجينة رابع حاجة نطلع الأمونيا القاعدية نبتو أول نقطة الكدني هي الامكان الوحيدة الوحيد اللي نقدر من خلاله نتخلص من الهيدروجين ما عنديش امكان تاني يقدر يدير العملية هادي بخت الساعة الاكسكريشن اكسكريشن بتاع الهيدروجين قال لك يصير في البروكسيما لكم في اليوذي ويصير مع ميزة مليحة يعني لو هادي خلية كدني وهذا اليومن هنا هنا بتلوح الهيدروجين باش نتخلص منه في نفس الوقت بتطلع للبلود هذا بلود بتلوح له HCO3 فانت عندك مليحة يعني انت تلوح في الهيدروجين وتطلع في البيكارب معلقشي بس اللقطة هي مني من وين من اللي بيتفكك وبيعطي بايكارب وهيدروجين اكيد اني نتكلم عليه الكاربونيك اسد الكاربونيك انهيدريز بيحلل البيكارب او بيصنع الكاربونيك كاربونيك اسد من الكاربون وهيدروجين ثاني اكسيدي كاربون وهيدروجين سيف ثاني اكسيدي كاربون ومية ايه هذا من لما بيتحدو هيكونوا لك هذي وين يتصير اللقطة هي هنا هنا اوين رينال تيبيولز طبوات الكدني الH2 بعدين بيتحلل الهيدروجين وبايكارب هنا انت تتو عندك المقياس تلوح تلوح تلوحها في تلوحها في تلوحها ويخش بدلها صوديوم والصوديوم يلصق مع البيكارب ويبدأ صوديوم بايكاربونيك ويمشي جوان للبلود الافكتف ميكانزمة هي الاسس يتخلص من الاحماد وهي وفي نفس الوقت تطلع في قواعد وإحنا يقولنا مشكلتنا في الجسم أحماض ولا القواعد أنا نخاف ديما من الأحماض لأنه متكررة هلبة هجومها هيدروجين كومبينز ونن كربونات بيس يعني ما يشد في أي حاجة مش قاعدية ونن كربونات بيس يعني أي قاعدة مش مش كربونيك مش كربونيك شنو يعني مثلا 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 أي قاعدة ينصق فيها ويمشي بها الـ مش قاعدة على الفكرة مثلا 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 أحيان ميكانيزمة شوفوا ميكانيزمة كيف الكربونيك أنهيدريز في الخلية في خلية رينل حيفاعل ثانوكسيز الكربون مع المية تعطين H2 CO3 ثم نرقب بها هذا بيتحلل بالكربونيك أنهيدريز برضو طب نلوح الهيدروجين تشد مع أي بيز أي بيز في اليوم وتنزل والبيكارب ندخل الصوديوم والصوديوم يتحد مع البيكارب يمشوا للبلد أتمنى أن تكون الفكرة واضحة ثاني ميكانيزم إعادة امتصاص البيكارب لو إني نمتلوح حناية HCO3 يعني نقدر ندله الميكانيزم هي مسؤول على تحويل البيكارب و يعني أنين مدابية نزيد نسبة البيكارب عن طريق إنه لو في أي CO3 نيجاتي فنية انتص رد هاجوك شوف هي البيكارب بنيت فريلي ديفيوز فروم بلازما إلى تيوبلر اليوم انت الدم لما بيجي بيتفلتر هذا هذا بلود فيزل بلود فيزل جايب HCO3 على البساطة تركب بكل بساطة تتلوح لكن لكن ما نبوش نتخلص منها فشو شن بيصير البيكارب تتحد مع الهيدروجين تكون لك حمض الكربونيك بعدين الكربونيك أسد يتحلل إلى المثافة عائلات متاعه لما CO2 يزيد هنا في اليوم CO2 يزيد في اليوم والH2O هنا بخير شن يصير بلود زب اليوم الديفيوز نتو توبير سيل الان كونسنترشن جريد يعني زاد تركيز CO2 هنا شن بيصير ويزحف من جديد يخش للخلية بخير ما يخش للخلية تعالى أربط CO2 أربط CO2 يكون الباكربونات بعدين يتحلل الـ H والـ HCO3 ونفس الميكانزم رد البيكارب ولوح الهيدروجين الهيدروجين مرة ثانية باستبدال مع الصوديوم والبيكارب يرجع مع الصوديوم للبلود بايمحمود هذا نفس الكلام الميكانزم الأولى ايه أنا معاك غير شيني انت بش نذكرك بس بش نذكرك ان هادي بومنسكيبسول بايم وهذا الارتري جاي زيتوا الافرنت خاشم عكرش زيتوا وطالع معاي شوف شوني يصير هنا بلوح بكل بساطة بلوح بكل بساطة الـ HCO3 خلايا هي طبعا بيتحل في الطريق بتحل CO2 CO2 وبايكارب وغيره CO2 تمتصهم الخلايا هي الخلايا اللي هنا تمتصهم وش تديلك تركبهم لك الى H2CO3 ثم يتفكك اللوح الهيدروجين H بعدين شنندير للبايكارب الردة بكل بساطة الـ Absorption تمنى هنا تكون واضحة ده تركيز ثابت عملية دائرية قداش في هيدروجين مع قداش في بايكارب عملية شنة كل ما اللوح H أو نصنع بايكارب يقعد في بالانس أو عملية التزان this mechanism helps maintain steady state تحافظ عليه التزان هو they are not effect for elimination of hydrogen or generation اشنا اسم قالك this mechanism helps to maintain steady state and will not be effective for elimination of hydrogen or generation of bicarbonate يعني المكانزم ما هي معلش المكانزمة هي ما تصنع لكش هادي يدير في reabsorption انت ما صنعتش حاجة جديدة بس عندك CO2 نايا خش تكون وردد بس ردد البايكارب تمام تمام هادي المكانزمة لاحظ احنا نتوى في tubular cells هذا human وهذا blood اللي هو هكه انت ونواقف تاوى باش نذكرك بس هذا human وهذا من الخلايا ووراك blood visel بيكوش زيتوى يلوح ما عنده بعد ان يطلع يتبع زيتوك حلو حلو شا ندرت انت البلازمة لوحة لك بايكارب بايكارب هو بايش يدي الهيدروجين اللي طالعت ردة الى كربونيك أسد ثم CO2 ثم ممية CO2 يرجع يتفعل ممية بالكربونيك أنا هيدريس يولي بايكارب ويرجع للبل هادي العملية اسمها Reabsorption of CO3 كمان يعني بمفاهم مكتب طبعا شيني في تفاعلات في معادلات لا ما ما تبيش تبيش تعقد بهم روحك اللي هو شيني الكلوز والا والا اوبن سيستم انت عندك شيني تركيز الدم 7.4 متوزع بين هلبة بايكاربونات وشوية CO2 24 مليمول 1.2 مليمول الزوز ها ممدليلك الاتزان هو ممدليلك الكلوز فانت خاش خرفيا يعني شيني وطحت للسبعة شمعنا وطحت للسبعة الحمضية زادت الابن انت زيت زيت هيدروجين الاربع وعشرين هيا بتولي 22 بهاي وبعدين شيني CO2 هيا بنتخلص منها و البيت كيف يقعد روح ثابت فالكلوز سيستم يعني الابن سيستم اكيد احسن ان افصتش اني اني نلوح CO2 الزايد بس ها دي انت في الاول تبدأ كلوز كلوز لان توصل لمؤشرات مهم بعدين يبدأ يتخلص مننا بروح الجسم بح استخراج او اكسيكريشن التترايبل أسد التترايبل تترايبل أسد تترايبل أسد تترايبل أسد تترايبل أسد تترايبل أسد تترايبل أسد لتترايبل أسد 1 لتر أسد بح 7.4 يعني يعني باش نشرحلك التترا التترا لا بالعربي التترة ايك زي تو شي معناها لازم ليه نشرحلك تجربة جبل لو شرحت لك التجربة حتقدر من بعدها تستوعب الكلام الى حد ما الى حد ما كيف ندور في فراغ نشرح واحد تانية تخيل معي تجربك الاتي عندك عندك سحاحة السحاحة الضيف فيها NA OH NA OH خليني بيشيني ندير برواة رقاق هلبة لنا لغاية في نفس دم هادا كاسسك رقاق هلبة مية مية مش مشكلة هاي المهم وحاط هنا حمض خليك شنور حمض خليك متى H 2 C H H C O H هاي 3 حمضة تخليك هوا حمضة تخليك لو بنجيب نقيس البيتش متاع باعي هادا شوف المقياسة المقياسة هوا يكن البيتش متلا 2 4 6 8 10 12 14 متلا وهنايا بعد جداش متلا واحد ملي متر اثنين ملي اثنين تلاتة ملي اربعة خمسة ستة سبعة تماني شندير جبل ما تدير اي شي حطيت دورق حطيت فسطة حمض خليك ثم حطيت هنا اي او اتش تعالا جيس البيتش تلجائه متلا لو نقولو اربعة نقولو اربعة بهاي ديركا هنتا توباتي زيتração ضيف شويه من ال اي اواتش الج عملي جيس تلج توب ضيف ازاز ملي ثاني جتر هاه ايش عب شن هو جيس ننزل شويه اثم يلي اربع ملي خمسة م لي بعدين عند نقطة معينة عند 6 ملي يحتاج البيتش شن صار بالضبط شن صار بالضبط هيا الفكرة توضح لك كداش ما إنها الناواتش سترونج بيز علاقتها بي الويك أسد اللي هو البفر فهيا شن صار بالضبط شن صار بالضبط هنا يعني أول ما قسيت البيتش آربعة الحمض في حالة بدلا لما بدأت نزيد استقر الموضوع عند نقطة معينة في جيها مقاومة للبيتش التغير ما صارش في البيتش كل أو إتش تنزل يتعادل معها حمض أو هيدروجينة من الخليك كل أو إتشا يتنزل ياخد منها هيدروجينة من الخليك وتتعادل تتعادل تتعادل واربعين هيك سيتو نحن جسمنا بالبوينتات النقطة هي في النقطة هي البيكي اي يساوي البيتش شو معناها؟ بيتش المنطقة بيتش المنطقة بها هي الامكان كله مساوي للبيكي اي متاع الحمض تأين الحمض فالحمض متأين عطيك الهيدروجينات متاعها على أهبة الاستعداد إنهم يخلصوك من أي أو إتشا يتنزل لما يتموا الهيدروجينات أول قطرة تنزل هتغير البيتش إلى التسعة عشرة مش مقا جوها إيمنال إن هي ويتش تغير البيتش أو شنع علاقة خرط عواب بيش نسمع شوف التتريابل أسيديتي هي مقياس الاكسيكريتد إلى اليورين بايداكيدي التتريابل أسيديتي إلى number of millimetres باقي شوف هي يعني قداش عدد الناو اللي بيقاوم لتر من اليورين في 7.4 لك لا موجب هو لك عكسي اللي هو يبي يقول لك إنه معلش هذي طاصة فيها بول بولة قداش تبي عدد المولات number of mall بالمليمتر قداش الناو اللي تخلي لك ال pH 7.4 يعني من الأخير تتريابل أسيديتي تعني قداش في هيدروجينات موجودة في اليورين حالي مش قلنا الكيدني تلوح في الهيدروجينات معناها نتوقع لو أني بنضيف OH إلى البول معناها بيبدأ شيني فيه عملية هي التترة هيدروجينات 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 بيستبدال الصوديوم بل جديد عليك المعلومة لا مش جديد عليك نلوح في الهيدروجينات وندخل في الصوديوم هكذا هم ما شي ب معناها نتوقع نتوقع أن الصوديوم مش موضوعي الصوديوم هيدروجين الفوسفات هذي منوان جديد الصوديوم مش موضوعي لكن الهيدروجينا الهيدروجينا موجود يكون أسد الصوديوم داي هيدرونيوم مش موضوعك بق اللي هو الفوسفات يعني دي ما نقوله دي ما نقوله ال H H B O 4 موجود في الانتراسيلرر وين تاني يورن ولا اليورن موجود فيها هلبغ فوسفات إذن شن مصدر الهيدروجين الهيدروجين مع من يمرتبط مع الفوسفات مع الفوسفات وأتمنى أن تكون واضحة تلقى A جاي معاهم H هيا ال H P O 4 ممكن ال H هيا شوف هيا كانت H2 أو H2 بعد مرتبط الهيدروجينا بح عنها هوا هوا بدل الحمض لخليك H C O O C O هوا شني هدا تريب الأسد اللي موجود الحمض اللي موجود وين في البول فأنت كداش عندك هيا يحدد الكمية من تاعة الهيدروجينا يحدد يعني كل ما عندي بول في كل ما عندي أحماض في البول معناها أنت راه وعارف أنك أنت ماشي كويس معناها الكدني تلوح في أحماض تقدر تتعادل أو تقدر تأثر على البيتش أنا نبي نقول لك حاجة بس وينها 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 إن الفوسفيت أكتر ومكان لي انتراسيللر ما تنسهاش ولكن سزيد عليها يورين مهمة للغاية ونما تاخد البيتشات المختلفة متاع الجسم تلقى إن الفوسفيت الفوسفيت أو أهزف اليورين مش عارف وين مرت علينا اليورين لي عنده شني بيتش شني حامضي اليورين اليورين يوصل لي من أربع لي أو من خمسة قول لي تمانية ما عنداش مشكلة صحة تس فجولنا يعتمد عليه شني على الأكل متاعك وعلى غدائك أي شيء يعتمد على هالبعوامل الحاج لما تكلمت على البوفرز شعار ندور فيها الحاج فوسفيت هادي تتريابل أسد بهاي هاي دي تأثر بالهيدوجين طبعا هذا شايف من المفروض كاتب لك يورنا ويني مذكر هالك على كل حال لو أني ينمش ذكر هالك فرج أنك أنت تستفيد منها وتكتب ها دو فوسفيت كاتر هلب في اليورن بح بح أسد أسد آيون آدت هيدروجين أسد أسد وهي 4.5 ممكن تلقى عادي في البول في البول لك لاحظ كيف لما تلوح التيوبلر اليوم هو الصاديوم فوسفيت الصاديم يتفكك الصاديم يخش الـ 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 Na H توا كان Na 2 ولا Na H PO 4 الهيدروجين الهيدروجين اللي لزناها تركب هنا وتتلوه المركب هو ينقص الـ الى حد قداش تقريبا 4.5 إكسكريشن of آمونيوم آيونز آيونات الأمونيا مهم للغاية مهم للغاية الـ توا هنا الهيدروجين يرتبط مع NH3 باش يكونوا آمونيوم NH4 بهاي الـ NH4 هو NH4 راه 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 قاعدة دارين الـ دي أمينات الغلوتامين إلى غلوتاميت شو معناها يا جماعة في عندنا حمض أميني اسمه غلوتامين هذا لما تلحي منا NH3 تصنع الحمض ثاني مهم ليا اسمه غلوتاميت بهاي الـ NH3 يوم بتتلوح بتتلوح في البول هادي راه بيز هادي بيز هادي عملية اسمه الـ دي أميناتشن فالـ NH3 هي طبعا انزيم اسمه غلوتامينيز بيكسر غلوتامين إلى غلوتاميت من الزميناتشن من الزميناتشن تتلوح تتلوح في اليومن بالتيوبالر اليومن عن طريق الانتشار البسيط مهيب وتتحدم على هيدروجين باش تكون الامونيوم الامونيوم ما ترجعش للتيوبالر سيلز وتطلع في اليومن بشوية بشوية عندي غلوتامين بنحاول إلى غلوتاميت طلعت NH3 بالانزيم اسمه غلوتامينيز NH3 هي تطلع بره في اليومن الصوديوم هون راجع مش موضوعك البايكارب بتكون مش موضوعك ولكن الهيدروجين اللي طالعها هدي ممكن ما تشدش مع الفسفات تشدلك مع الامونيوم وتكون هدي بازك وهدي ممكن تعلي بيتش الدم تعلي يعني تركبه باكتر من سبعة بوينت اربعة بيتش البول وإلى شني إلى اليورن طوه هدي شني هنا يا وها يعني تترة وغيرها مش يعني يلخبطوك الحق ما بيكش تركز فيه طوه فيديو جاي غاية في الاهمية اللي حنتكلمه فيه على وكذا لما يبدأ الدم يتغير ونبدأ شني عندي مشكلة في اجمالي الالكترولايت كلام كلام هو يعني يهمك في الباطنة يهمك طول عمرك طول عمرك ما تنساش الفيديو جاي اتمنى من الله ان يكون وفقت في شرح احد اعقد الفيديوهات بتاع البايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر